اهلا بكم في اولى درسنا مع دورة تطبيقات الموشن جرافيك المفروض ان احنا من خلال دبلومة الجرافيكس او الكورسات المتاحة على منصة ايزي تي درسنا الافتر افكس درسنا الفوتوشوب درسنا الالستريتور درسنا الادوبي بريمير برو درسنا كل البرامج دي بتفاصيلها المملة عرفنا كل الاوامر وكل الاوبشنز اللي فيها بتعمل ايه ولكن ينقصنا تطبيق اللي احنا درسنا دا الاوامر اللي عرفناها والاوبشنز الكتير اللي عرفناها ازاي بقى طبقها وانتج بيها حاجات مختلفة اعملنا كورس للانفو جرافيك وعرفنا ازاي نعمل تطبيقات بالإلستريتور عشان نعمل تصميمات مختلفة للانفو جرافيك وفي الدورة دي هنشوف بقى زي نستخدم الإلستريتور والأفتر إفكتس بشكل أساسي وبرامج أخرى علشان أعمل فيديوهات موشن جرافيك طبعا الموشن جرافيك عبارة عن مجموعة من الصور اللي بتتحرك والمؤسرات الصوتية والتعليق الصوتي علشان في النهاية أعمل إعلان موشن جرافيك فتعال نشوف بقى أول حاجة عندنا إيه هي الخطوات الخاصة بإعداد إعلانات الموشن جرافيك في مجموعة من الخطوات تحديدا خمس خطوات بعملهم علشان أعد إعلان متكامل للموشن جرافيك الخطوات دي أولهم كتابة السكريبت إيه بقى السكريبت ده؟ ده عبارة عن السيناريو مكتوب علشان أبدأ أصمم عليه الحركة بتاعتي أو المشاهد بتاعتي وأبدأ أحط بقى التعليقات الصوتية والمؤسرات الصوتية عليها غالبا مدة أي إعلان بتبقى 30 ثانية أو دقيقة ماكسموم يعني المفروض ما تزيدش عن كده ولكن خلي بالنا بقى أن في معيار مهمة جدا وأنا بكتب السكريبت ده إن الدقيقة بتبقى تقريبا 100 كلمة أو من 100 كلمة إلى 130 كلمة حسب بقى سرعة النطق بتاع الكلام المهم إن أنا عندي الرنج ده أخلي بالي منه فلو أنا بعمل إعلان مدته دقيقة يبقى أنا عندي الكلام أو السكريبت اللي هيكتب من 100 إلى 130 كلمة هكتبه عبارة عن نص دقيقة أو 30 ثانية يبقى من 50 إلى 60 كلمة المعيار ده نخلي بالنا منه وهنشوف دلوقتي إزاي أكتب السكريبت أو خطوات كتابته إيه بعد كده بعد ما أكتب السكريبت ببدأ أقسم بقى الكتابة اللي أنا كتبها في السكريبت دي إلى مجموعة من المشاهد خمس ست سبع مشاهد بالكتير علشان يبقوا في النهاية هم دول الفيديو بتاعي أو الإعلام بتاعي وهبدأ أرتبهم وراء بعض وهنشوف طبعا كل الخطوات اللي أنا بقولها دي عمليا هتتم إزاي بعد ما أقسم السكريبت هبدأ بقى أعمل التعليق الصوتي السكريبت اللي أنا كتبته ده المفروض بقى حد هيبدأ يقرأ وينطقه بيعمل Voice Over يعني بصوت جميل جدا علشان أبدأ أركبه على المشاهد بتاعتي طيب عملت التعليق الصوتي اللي بعد كده أن أنا ببدأ أجهز المشاهد بقى على برنامج Illustrator أنا المفروض قسمت السكريبت إلى مشاهد وعملت التعليق الصوتي خلاص هبدأ بقى أشوف أنا قسمته إلى ست مشاهد مثلا للسكريبت ده فهبدأ ببرنامج Illustrator أحضر المشاهد دي كست صور سبتة أو سبع صور حسب عدد المشاهد وبعدين الخطوة الأخيرة بقى أن أنا أخذ المشاهد اللي أنا جاهزتها بالإلستريتور دي أضف لها بقى التعليق الصوتي ومؤثرات وابدأ أحرك المشاهد دي علشان في النهاية أنتج الإعلان بتاعي فالمهم أن دول الخمس خطوات لإعداد أي فيديو موشن جرافيك أكتب السكريبت أقسم السكريبت إلى مشاهد أعمل الفويس أوفر أو التعليق الصوتي أجهز المشاهد كصور سبتة على الإلستريتور وبعد كده أخذ بقى المشاهد اللي أنا جاهزتها على الإلستريتور في برنامج الأفتر إفكتس وأضيف عليها التعليق الصوتي والمؤثرات الصوتية علشان أنتج الإعلان بتاعي طيب تعالي نشوف بقى أول خطوة عندنا اللي هي كتابة السكريبت أي سكريبت إعلاني بينقسم إلى ثلاث أقسام المقدمة وجسم الإعلان وكمان الخاتمة يعني إيه بقى الكلام ده؟ يعني أنا عايز أعمل إعلان تعالي ناخده كنموذج عن منصة إزيتي الكورسات اللي بتقدمها ومزاياها عايز أعمل كل ده في إعلان فأنا عندي أولا جسم الإعلان ده هيبقى ثابت خلينا بس نسيب المقدمة دلوقتي وهنرجع لها لأن فيه أنواع منها إنما جسم الإعلان ده أساسي وثابت بقول في جسم الإعلان إيه المميزات اللي بتقدمها المنصة أو المنتج اللي أنا بعلن عنه ده إيه مميزات وفأنا بقول هنا مثلا مجموعة كورسات ودبلومات مشروحة باحترافية لمناهج تعليم الجرافيكس ولغات البرمجة وتصميم وتطوير المواقع وهكذا كل المميزات بكتبها في جسم الإعلان طبعا ده ممكن يبقى بيني وما بين العميل اللي أنا بعمله الإعلان أقول له أنت عايز تبين إيه أو إيه المزايا اللي أنت عايز توضحها وبكتبها بشكل بسيط جدا ما فيهوش أي إبداع هو نص كده مكتوب بيوضح المزايا والخدمات اللي بتقدمها منصة إيزتي على سبيل المثال إن إحنا بنعمل الفيديو ده للمنصة طيب الخاتمة بقول فيها بشكل أساسي وسائل التواصل مع المنصة الموقع التليفونات صفحة الفيسبوك وهكذا وكمان ممكن نقول فيها السلوجن زي هنا كده إيزتي كورسات عالمية باللغة العربية ده الشعار بتاع المنصة فأدي جسم الإعلان ودي الخاتمة ما فيهمش أي إبداع جسم الإعلان بحدد فيه المواصفات والخاتمة بقول فيها وسائل التواصل وبحط السلوجن بتاعي طب بالنسبة بقى للمقدمة أنا عندي عدة طرق طبعا لكتابة المقدمات ولكن أشهرهم وغالبا هم دول هستخدمهم مش هستخدم غيرهم طريقتين الطريقة الأولى إن أنا أطرح مجموعة أسئلة بالمشاكل اللي ممكن يواجهها المتلقي بمعنى إيه؟ مشكلة اللي بيدرس الكورسات دي إيه؟ إن هو حاول يدرس الكورسات دي ومعرفش مفهمش أو مثلا ما عندوش وقت إنه يروح لأماكن يدرس فيها فأنا هبدأ أعرض عليه المشاكل دي في مجموعة من الأسئلة زي مثلا ممكن أقول له عندك مشكلة في إنك تتعلم موشن جرافيك حاولت كتير لكنك ما قدرتش تتعلم بسهولة وهكذا أبدأ أطرح مجموعة أسئلة وفي النهاية أقول له إن منصة إيزيتي التعليمية بتقدم لك الحل أو المنتج الفلاني بيقدم لك الحل طبعا ده كنوع من الجذب للمشاهد إنه ينتبه لمجموعة الأسئلة دي لأنها بتمسوا المفروض فعلا إنه عنده مشكلة بدي فبتمسوا الطريقة التانية والأكثر استخداما ويمكن الأقرب إلى المشاهد كمان إن أنا أعمل زي سيناريو كده أو قصة يعني الأسئلة والمشاكل والحلول أعملها له في شكل قصة بسيطة كده زي مثلا القصة دي بقول ساهر شخص مهوب وماهر ولأنه مميز بيحب دايما يستغل وقته ويطور نفسه وينامي مهراته علشان تموحه فرصة شغل مميزة أنا مسكت أهو جزء من المشكلة اللي بيعاني منها الناس إنه ما فيه شغل مميز بي لقوه فأنا قلت لهم إن فيه شخص زيك تموحه فرصة عمل مميزة ولما تخرج جات له فرصة شغل دهبية وكان فيها منفسين كتير لكن ساهر قدر يلفت الأنظار إليه ليه؟ لأنه درس أونلاين عن طريق منصة إيزتي نفس الفكرة دي هي دي أنا لفت انتباه المتلقي عن طريق المقدمة دي أنا ما قلتش أي حاجة ما قلتش مزايا ما قلتش أي حاجة أنا طرحت المشاكل والحلول أو عملت ده في شكل قصة زي ما وريتك ببساطة شديدة وبعدين جسم الإعلان يوضح له بقى المميزات بتاعت منصة إيزتي اللي درس فيها الشخص ده وفي الآخر بتديله وسائل التواصل بتاعته قادي كل الموضوع ببساطة أنت ممكن تلخص أي إعلان هيدي لك تعمله أو أنت عايز تعمله إلى النقط الأساسية اللي احنا قلناها دي بس أهم حاجة تخلي بالك من عدد الكلمات قلنا لو الإعلان ده دقيقة يبقى من 100 إلى 130 نص دقيقة من 50 إلى 60 مثلا أنا هعمله دقيقة فالكلام ده تقريبا 130 كلمة اللي موجود قدامنا ده كله طيب يبقى دي الخطوة الأولى أن أنا أكتب السكريبت تاني خطوة بقى أن أنا أخد بقى السكريبت اللي مكتوب ده كله على بعض المقدمة بالجسم بتاع الإعلان بالختمة وأبدأ أقسمه إلى مجموعة من المشاهد يعني إيه؟ يعني أبدأ أمسك جملة جملة من دول كده وأشوف هي ممكن تديني صورة عاملة إزاي وأقسمهم إلى 6-7 مشاهد بالكتير فتعال نشوف مثلا السكريبت ده كده ممكن يتقسم إزاي أول سطر أو أول مشهد أنا ممكن أقول كده ساهر شخص ماهوب وماهر لغاية عشان تموحه فرصة شغله مميزة الجملة دي ممكن كده تحيلي بمشهد معين أو بصورة معينة أنا ممكن أعملها فده مشهد المشهد التاني ولما تخرج ده تنقل حتة تانية بقى تخرج فأنا المفروض بقى أجيب صورة كلية صورة شهادة هو لابس الكاب بتاع التخرج أي أن كان شوف أنت ممكن خيالك يوصلك لإيه وأبدأ أعمل الجملة دي في شكل صورة يبقى دي تاني جملة أو تاني مشهد تالت مشهد ليه بقى؟ لأنه درس أونلاين فهبدأ بقى أجيب مميزات منصة إزتي أو أحطها في شكل ما أو في مشهد معين أربعة في نقلة هنا منصة إزتي أنا بقدم هنا الكورسات بعدك عن طريق نغبة محاضرين متخصصين مدعمة بكتب وتدريبات وشهادات وبأسعار تنافسية فأنا دي برضو توحيلي بمشهد معين فممكن أحط المشهد بتاعي وحط محاضرين وحط كتب بي دي اف وصورة شهادة وكمان صورة نقود كده قليلة أي أن كان اللي يحيلك بيك جملة دي خمسة كمان منصة إزتي بتوفر لك كذا وكذا وكذا فممكن برضو دول أعمل بيهم مشهد أخيرا المشهد الختامي اللي هو هيبقى فيه بقى السلوجن وكمان وسائل التواصل أحطوهم في مشهد ما يبقى أنا كده أسمت السكريبت اللي أنا كتبته إلى ست مشاهد طبعا زي ما قلت لك ستة سبعة خمسة في الرينج ده يعني بس ما يزيدوش عن كده ده بالنسبة لإعلان الدقيقة نص دقيقة يبقى أقل من كده أكبر يبقى أقل من كده بس غالبا الإعلان بيبقى نص دقيقة يدقيقة الخطوة الثالثة إن أنا أبدأ أعمل التعليق الصوتي ده بقى هجيب السكريبت بعد ما قسمته أفضل وأبدأ أعلق صوتيا عليه طبعا لو أنت تقدر تعمل ده أوكي ما تقدرش تعمل ده أنت ممكن تدي المهمة دي لشخص متخصص بيقدر يعمل الفويس أوفر ده أو صوته حلوة أو هي دي شغلته طبعا الكلام ده ممكن تلاقيه متوفر جدا اعمل سيرش في جروبات الفيسبوك أو في المواقع بتاعة منصات العمل الحر زي خمسات ومستقل وفايفر أيا كان يعني المهمة تدور على حد بيعمل الناريشن ده أو الفويس أوفر علشان يعلق لك أو يقرالك الكلام ده بصوت كويس فأنا اديت السكريبت ده لشخص معين هو اللي يعملهولي فأنتج الكلام ده تعال نسمع كده ساهر شخص موهوب وماهر ولأنه مميز بيحب دايما استغل وقته وإطار نفسه وينمي مهراته علشان طموحه فرصة شغل مميزة ولما تخرج جاءت له فرصة شغل دهبية وهكذا بقى عندي ملف MB3 ده في التعليق الصوتي بتاع السكريبت اللي أنا عملته فأنا كده أنهيت 50% من المشوار إن أنا وصلت إن عندي خلاص بعد ما كتبت السكريبت وقسمته المشاهد إن أنا خليت حد يعلق صوتيا عليه وبقى عندي ملف MB3 فيه بقى السكريبت ده كله مقروق الخطوة الرابعة إن أنا أبدأ بقى أجهز المشاهد على برنامج الإلستريتور طبعا انتفقنا أنا عندي 6 مشاهد فهبدأ أخد أول مشهد عندي وصممه على برنامج الإلستريتور بالشكل ده طبعا كل بقى صورة من دول أو كل عنصر من الصور دي مفروض مفصول لوحده في ليرز زي ما هنشوف بقى لما ندخل على الإلستريتور علشان فيما بعد أبدأ أحركه المهم إن أنا عملت صورة أولى أو مشهد أول يمثلي الكلام اللي أنا كتبه ده بصريا بالشكل اللي أنت شايفه ده نمرة 2 المشهد الثاني ولما تخرج جات له فرصة شغل فأنا جبت أهو تخرج الراجل وفيه منافسين معاه بس فيه عدسة هنا مفروض تمر عليه علشان تميزه عن الباقي مثلا طبعا مش شرط يبقى كده أنت حر بقى فكر في المشهد أو في الصورة بتاعت المشهد زي ما يحيلك الكلام ده هيبقى عامل ازاي ثلاثة لأنه درس أونلاين عن طريق منصة إيزتي فأنا جبت أهو الحاجات اللي المفروض منصة إيزتي بتقدمها نمرة 4 عن طريق نخبة محاضرين متخصصين وفيه شهادات وكتب بي دي اف وفلوس قليلة وهكذا كمان منصة إيزتي بتوفر لك مجموعة دبلومات التصميم الداخلي والخارجي والموشن والتو دي وسري دي وهكذا آخر بقى مشهد عندي اللي هو المفروض في وسائل التواصل بتاعتي والسلوجن بتاع إيزتي يبقى أنا كده خلصت رابع مهم عندي اللي هي تجهيز المشاهد المفروض هنتعلم طبعا في الكورس ده إزاي أعمل المشاهد دي وقسمها ببرنامج الإلستريتور جهزت الست مشاهد دول هبدأ أروح بقى للخطوة الخمسة وهي تحريك الصور أو المشاهد دي وإنتاج الفيديو بقى أحط التعليق الصوتي مع الصور متحركة مع المؤثرات الصوتية علشان ينتج لي فيديو موشن جرافيك أو إعلان زي ده مثلا كده ساهر شخص موهوب وماهر ولأنه مميز بيحب دايما استغل وقته وطار نفسه وينمي مهاراته علشان طموحه فرصة شغل مميزة ولما تخرج جات له فرصة شغل ذهبية وكان فيه نفسين كتير لكن ساهر قدر يلفت الأنظار ليه في المقابلة الشخصية وقدر يحقق حلمه لأنه درس أونلاين عن طريق منصة إيزي تي اللي بتقدم مجموعة كورسات ودبلومات مشروحة باحترافية لمنهج تعليم الجرافيكس ولغات البرمجة وتصميم وتطوير المواقع والتطبيقات عن طريق نخبة من المحاضرين المتخصصين مدعمة بكتب بي دي اف وتدريبات وشهادات معتمدة وبأسعار تنفسية مش موجودة في أي مكان تاني كمان منصة إيزي تي بتوفر مجموعة دبلومات مطلوبة وهمة جدا لسوق العمل زي دبلومة تصميم الموشن جرافيك والإنفو جرافيك ودبلومة برمجة تطبيقات الهواتف الزكية ودبلومة التصميم الداخلي والخارجي وإنشاء الرسوم والتصميمات الهندسية التو دي والتري دي وكمان زناعة الخدع والمؤسرات وأفلام الفيديو والألعاب دلوقتي تقدر تتعلم مطار نفسك وانت في بيتك كل اللي عليك إنك تدخل لموقع المنصة www.ezyt.online وتتعرف على كل الكورسات والدبلومات EZT كورسات عالمية باللغة العربية قادي كل الخطوات اللي المفروض أتبعها علشان في النهاية أنتج إعلان موشن جرافيك أو فيديو موشن جرافيك عامل كده هنبدأ إن شاء الله بقى من الدرس الجاي نشوف عمليا إزاي أبدأ أنفذ الكلام ده